السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بجميع المتسبعات والمشتركات الوفيات لفيديو تعليم ان شاء الله تلقاكم كامل بخير ومهنيين الفيديو تعليم عنا تفصيل وخياطة بدعية للعجائز يعني الامهات اللي عندها امها كبيرة ولا الجدة تاحها ولا حتى عجزها عنا قمش القاطنة عندي 2 متر ونصف وتصلح للمشاريع يعني قادرت يكون عندك مبلغ مالي معين مثلا 300 الف ولا 400 حتى ال 500 الف تكون عندك تيكي غادي تدسيها ما غاديش تزيدك تروحي تشري 2 متر ونصف من كل لون ديري 4 الوان ولا 5 تتفاهمي معمول المحل وتخدمي بدعيات وتحطيهم عنده يتباعوا مطلوبين بزيء في فصل الشيتاء يعني هاكا ديري هاكا مشروع مسغر هنا ضويت القوماش هدي منا 2 متر ونصف اللي شريتها انا ضويت تعقد الجلال درت 80 سنتيم 80 سنتيم رها دوبلي معناتها 160 سنتيم ما حنديروها في الجلال نعرفوا بلي العجز ما يبغوش حاجة سيري يبغو حاجة شوية فضفاضة قلنا 8 سنتيم وهذا الكتان كما نشروه هذا طول الكتان طول الكتان انا نقلع منه دو نقطعه نقلع هادي هاديك تبقى لي اللي موش ويبقى الكتان معناتها إلا كنتوا نديرو مشروع شروا فقط 2 متر قلنا رح ندير شروا 2 متر واربع شروا 2 متر واربع نشينا هنا بالزيادة ديرو هنا ولا لقى شريتو 2 متر ونصف خدموا اللي تبقى لكم تقدروا تخدموا منها عكسات الشعر قلنا رح نقلع الصدر يعني الزر رح نقلعه ولي بقى لي رح نخدم به الجلال لو كنا نقص هنا بعد شروا كيف ش هنقلع للجلال وش هنقلع للزدر شروا هاني قصيت قاعدت لي فقط 80 سنتيم دوبلي احنا احنا هي الجدة التاعي شوية قصيرة معناتها هادي رح نقلع منها الزر والجلال ويبقى لي قطعة رح نقلع 30 سنتيم وما رحش نديرها كاملة احنا نقلع 30 سنتيم قولناه ما رحش نديرها كاملة احنا ندير فيه واحد دل ال 26 سنتيم واحد 17 سنتيم احنا نقلع 30 سنتيم واللي يبقى نعدل الطول تاخد على الجلال بمع حسب الكفة ونقلع الزيادة ما نش نصور لكم في كاملة ما رحل لاني في البيت التاعنا وما نش جايب السيبور صافيني نوريكم فقط هاكا دوك نقلع 30 سنتيم هادا الجلال اللي قلعناه 80 سنتيم رايين دوبلي جيت نقلع منها 30 سنتيم منها نقلعها من العرض 30 سنتيم نقلعوها منها صافي 30 تولي 30 على 80 سنتيم هاكا ها نقلع 30 سنتيم واللي يبقى هو الجلال شوفوا نقلحت حق الزل واللي بقى اللي يقولنا الجلال شا رحو نديرو نروحوا نطموه هادا راح لتنين نزيد و نطموه على أربعة نطموه الجلال تاعنا على أربعة نديرو تحريفة الإبط من هاد الجهه هاكا راح على أربعة نجوهنا نقولك و خوم القيس تعملنا و تعملنا و نقلو التحريفه كما راح على أربعة متنقسوش منو حاجه جلالنا عربع أصابع في هكا حاولي ربع أصابع عربع أصابع هادي قلعنها من الجههة قلنا تعذر سيقلعنا هنا وين يلسق الكم نذهب لفصالة الثدر هذه القطعة التي تجعلناها من الجلال نضيفها الزر نضيفها على 4 سوف يضيفها الزر و الظهر نضيفها على 2 سوف يضيفها على 8 لكي كل واحد نضيفها لغتائها للذر و للذهر سوف يضيفها على 8 ولا تقلعوا الزر و الزر وحده وتضيفها على 4 سوف نرى القياس لعرض الكاتفين ماذا نقوم بعمل و هنا نضيفها على 8 شوفوا عرض الكاتفين نضيفها 20 سنتيم و هنا فتحة الصدر نضيفها 7.5 و هنا فتحة الصدر 7.5 و منها عرض الأكتف منها اللي هنا أنا دايرين 11 سنتيم و منها فتحة حردة الإيبت حتى اللي هنا أنا دايرين 21 سنتيم الواحو بخط المستقيم من عند 14 سنتيم عينوا نقطة 21 سنتيم من عند 14 ديروا هاد القوس حتى 21 سنتيم عينوا هاد النقطة و منها هابطه بـ 28 سنتيم و بين النقطتين نسمه هاد القوس يعني هاد الزر تعني الجلال رح يتبلاسه منه دو كنا نقطع هاده قاع كما رأي نرسمه و بعد هاده تعدده نظر الهودة بـ 5 سنتيم و بعد هاده نقلحته على الدهر تعال السدر نزيد أنه نهود في الفتحة فصلت الدهر على الزر صعي الفتحة تعال الدهر والذر هاني تشوفو هنا هودت بـ 9 سنتيم و منها هودت بـ 14 سنتيم يعني مننا ديروا نقطة شكل سوداسي و لو بغيتوا تديروا دائري مننا ودوروا شكل دائري المهم هنا هودت بـ 14 سنتيم نقطع هاده فتحة السدر وهنا كي كانوا قبل من فرقهم هودت هنا بـ 1 ونصف هاكا بخط مائل حسبت مننا 1 ونصف و جيت هنا و هودت بخط مائل قاعدة السدر قلحتها هدروا كنرحوم فصلوا ليمونش قبل سايه هنا رهدو بلي عنا السدر هاده القطعة المتبقية اللي بقعت لنا شوفوا أنا طويت هنا قطعة كبيرة بزيف طويت شان نستحق هني خليتها دي زيادة مشي تطوه ديركت على أربعة طويت شان نستحق نستحق 60 سنتيم طول الديره هي عندها 54 سنتيم عفوا 56 سنتيم زيت لها 4 سنتيم نستحق نستحق هنه هنه تدو عرض الكاتف تدو الطول تدو الطول اللي هو 60 سنتيم تدو عرض عفوا الديره اللي هو سطلها 42 سنتيم وهنا محيط المعصم هنه تعليد عندها 28 سنتيم يعني كي نفتحوه 28 سنتيم هنا أنا الكتان ره دوب لي ها على 2 صفي نحسب 27 سنتيم نعين نقطة ندي هذي عند 27 عفوا 28 وهنا قلنا 42 سنتيم يعني من اللي هنا 42 سنتيم يعني 21 سنتيم يعني كي نطبو على 4 نعين 21 سنتيم راه هنا قلنا على 2 نطبو على 4 وندي هذي القياسات هاد لكم راه نطاوينا على 4 هنا قلنا ندير 28 سنتيم كي راه على 2 صفير 14 سنتيم وهنا الطول التاعه رح يكون 60 سنتيم وهنا محيط الديراع 40 سنتيم هنا نعين نقطة 45 سنتيم طول من اللي هنا من اللي هنا 28 سنتيم رح ونعين المنتصف saute 18 سنتيم ونعادي لنعين المنتصف معنت colors 40 سنتيم ومن 7 سنتيم من 7 سنتيم من هنا نعين نقطة يعني هذا هو الخط برقب نعطي المع Jackie سيكون هنا المنتصف تاع نطلع ب 1 وهنا نرط 1 سنتيم سوف تحبطه الهن 1 سنتيم وتضع على المعرفة 1 سنتيم نصنعه الهن لشكل S سوف تضع الحفظة على الابت و تضعه هنا هذا هو القيس في وجه القماش تضع الخياطه حوالي واحد سنتيم شوفوا الوجه على الوجه نفوتوا خياطة حوالي واحد سنتيم لكتوفوها في ماكينة الخياطة الآن الجلال شوفونا هبطوا منا بستتيم ونديروا خط مائل حتى نصلوا هنا عند الحردة اللي درناها تعال ايبط باش كين نركبوا الجلال فوقه ونستفوه اعرفوا اننا زدر فوقه ونستفوه مايجيناش مايجيناش زيادة ديك القطعه زيادة ديروا دي القطعه بايجيكم فيني ويجيكم مش باب يعني هدو فقط 6 سنتيم للصدر نعينو المنتصف تاعه نعينو منتصف الجلال شوفو راني نحط فيه بالمقلوب اغاني بغيها الزر يخرج لي فوق الجلال معنى تاكين خيار يخرج الزر فوق الجلال نجو هنا بايبانجل بدبوس تحكموه في الكوان وتزيدو الكوان الثاني كذلك تحكموه بدبوس ونعينو المنتصف شوفو يديه كيف هرهم هدا حب خرج لي يعني لي عند هكاش علاج ولا وصفة تنعتها لي من البرد للبرد يحكمني شوفو ونجيبو المنتصف للمنتصف هاكا ولي يبقى ننستفوه كيما نبغو يعني يحاولو لي استفتوه هد الجيهة للجيهة البرانية يعني يديرو تستفصد البعض ونجيكم قاع حساب كيف كيف بعد اللي خيط لكنو نحو نلاقو الكتفين مع بعضهم نجيبو الوجه الامامي يعني مع الوجه الخلفي ونديرو يعني كما نقومو الزين مقابل للزين الوجه للوجه شوفو هنا نجيبو قطعة واحدة لخدشاني مدوب لي يزدر ونظهر بها يجيني كل ما نفيني غادي نقلب غادي نشوفو حطت قطعة فوق قطعة غادي نقلب هذك التختانية على الفوقانية شوفو بها الطريقة لها واضحة امامكم غادي نعمد نوريكم مش باينة مليح شوفو نحطها كقطعة لقطعة ونديرو واحدة تعالوا دوبلي غادي نقلبها ونفوتو بخياطة من الجهتين في الثانين شوفو انا هنا كملت باللحة هذك الخياطة نجيبو الكمايم اه ما تغلطوش الوجه على الوجه نعينو دائما المنتصف ونطبتو الطرف مع الطرف هنا انسيت ما اقولكم شلي تبغي اللي يجي مستف هاد التقويرة هذي تكبرها نحن ندرنا فيها 28 سنتيم حتو ما ديروها اكبر بهديرو هادك التستيف هاني خيتها هنا نجو قبل ما نديرو خفة نبلعو الخياطة بهم بعدها تجيكم تاني خفة فينيا هذي ملاحظة وفوتو كامل بخياطة اللي عندها زيجزاق تفوت واللي عندها سيرجي ولا تديري غيكفة لانو تعالقاتونا معروف باللي ما يستنسلش وما يتنسلش دوكو نمر عليها كامل بخياطة حتى ملكم حتى الجلالة تحس هادا هو الشكل نهائي شوفو الرقابة جيتم فينيا هي مبغاتش هنا حتى غالون حتى تزين درتلا فقط هاد المرقوماش تاعة هاد الشرشيفة الصغيرة شوفو جيتم ستفى هاد الشابة للكم وجات وافية قلنا العجائز يبغوا الوافي هاد دهر شوفو كينا بغي الخياطة تجي من الفوق تجي اجمل الخياطة يلا كان القوماش من عند الزابونة حتى خيطيها لها خمسين الف حتى ستين الف ويدا كان القوماش من عندكو بغيت يديريها كمشروع راح يكون سعر البيع يكون السعر من مئة وخمسين حتى المئة وثمانين على حساب القوماش حاليدير في كل منطقة كاللي حتى عنده ملقاتونا 40 ألف كان خمسين ألف وعلى حساب التزيين اللي قدرتوك ستزيدوا السعر التاعة يعني في الاخير ان شاء الله اعجبكم الفيديو تعليم وكان الشرح واضح ومفهوم دعوتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة